يا رب شكيتكو إلى الله هيا أقوى كلمي حسنة هالبنت الحالية هيا أقوى كلمي يا رب تأمنن حسنة هالبنت الحالية وهالولد اللي بعلبة فرحاني ديجي ولد بحرقة قلب يشكي هذا الأب المكلوم حاله بعد أن طالت يد الغدر ابنه الناشط الإعلامي محمد عبداللطيف الملقب بأبو غنوم وزوجته الحامل إثر السهدافهما بالرصاص المباشر من قبل مجهولين في مدينة الباب شرقية حلب فيما لم تعرف حتى ساعة إعداد هذا التقرير أسباب الإغتيال ولا هوية المنفذين للهجوم حادثة الإغتيال لاقت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت غضبا في مدينة الباب امتد لإضراب وعصيان مدني أعلن عنه ما يسمى الشارع الثوري في مدينة الباب حدادا على أبو غنوم ورفضا لسياسات المؤسسات والفصائل في المنطقة وفق البيان الثوري الحكومة السورية المؤقتة أدانت عملية الإغتيال ووعدت بمواصلة العمل على كشف المتورطين بقتل أبو غنوم ومحاسبتهم وفق بيانها فيما حمل اتحاد الإعلاميين السوريين المسئولية للأجهزة الأمنية والقادة في المنطقة صحيفة عين بلدي أشارت إلى أن أبو غنوم يعتبر من أبرز الناشطين الإعلاميين في الشمال السوري وعرف بانتقاده الحالة الخدمية والعسكرية والأمنية في المنطقة عبر منشوراته على وسائل التواصل أو حتى بمظاهرات على الأرض بحسب الصحيفة اغتيال الناشط الإعلامي أبو غنوم لم يكن الأول في المنطقة إذ تم توثيق أكثر من 22 عملية اغتيال ومحاولات اغتيال في مدينة الباب وريفها من قبل منصق استجابة سوريا جميعها طالت ناشطين وعمال الإنسانيين وكوادر إعلامية ما وصف بالانفلات الأمنية في المناطق المحررة لم يقتصر على الاغتيالات بل شمل اشتباكات بين مجموعات تتبع للفصائل بالإضافة إلى قتل مطلوبين دون أو قبل محاكمتهم وأخيرا انفجار عبوة ناسفة في عزاز ضمن سلسلة تفجيرات ضربت المنطقة مؤخرا كل ذلك يفتح الباب مجددا أمام مسائلة الفصائل والشرطة والجهات الأمنية في المنطقة